سلام لبنات إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وراحبكم مرة أخرى في القناة الوصفة تاليوم هي مادلان بجوز الهند يجي بزف خفيف وأكتر من رائع الوصفة هذه طلبتها مني مشتركة وفية سامرة لنحييها ونحيي كامل ناس لمسان ونقولكم حتى أنتم ما أبقوا معها للأخير باش شوفوا مقادير وتفاصيل تحضير كيفية اليوم مشاهدة ممتعة ونبدأ مباشرة وعلى بركة الله في طريقة التحضير نجيب الغيسيبيون نحط فيه 3 حبات مع الرشاة الملح والكاس السكر نجيب الباتور ونطلع مليح هذاك البيض مع السكر حتى نشوفوا هذاك الخليط يتغير اللون ويصبح فاتح وبعد ما نطلع البيض كما لكم تشاهدوا نضيف هنا تقريبا ملعقة صغيرة تعالفاني أو عطر الفاني ونضيف هنا الكاس تعالزيت بالتدريج يعني نبدأ نخلط ونضيف في هذاك الزيت بالتدريج بهذا الطريقة كما لكم تشاهدوا وبعد ما نكمل كمية الزيت نجيب هنا نصف كاس تعالما ودائما نضرب ونضيف بالتدريج على تلت خطرات بهذا الشكل ومن بعد نضيف هنا نصف كاس تعالما تكوكو أو جوز الهند ونعود نخلط المقادير مع بعض وفي الأخير نضيف زوج كيسان على الفارينة نضيف الكاس اللول ومعاه ساشي تخميرة الحلوة أو الخاميرة الكيميائية وطبعا من الأحسن نغرب لهم ومن بعد نضيف الكاس الثاني ملعقة خشبية ونبدأ ونخلط هكذا من الفوق للتحت حتى نشوف هذيك الفارينة اختفت تماما ونضيف جنت المقادير السابقة ونتحصل على هذا القوام خليط المادلان بهذا الشكل كما كم تشاهدوا مباشرة نجيب لمولا مادلان كما هذا هذوك انديفيدويل تعبكري نحط فيهم الكيسات الحويات الورقية ومن الأحسن تعمروا خليط المادلان في غراف ولا باش تقدروا تعمروا الكيسات تتوحكم بلما يعني تدفقوا في الجوانب كما كم تشاهدوا هكذا بهذا الطريقة وعمرهم فوق النص بشوية باش يجو بومبي ترجمة نانسي قنقر باش وطبعا اللبنة نكون دائرة الفرن التاعي يسخن مسبقا نكمل نعمرهم وندخل مادلان التوعية 180 درجة مدة 30 دقيقة كي تحسوا بهم تحمروا من التحت يعني تشوفوا الجوانب يبدوا يتحمروا هبطوهم وشعلوا عليهم من فوق باش يدو هاد لكولور ما تكون غامقة بسف يكون هكذا لجرمون دوغي ويجو بسف هاي لين وخفاف ما يجو شكيم على المحل طبعا يجو خفاف عليهم كما راكم تجاهدوا مباشرة نروحوا للتزيين نجيبوا هنا ستحن يكون شوية كبير ونجيبوا شوية المعجون معجون أو مربع المشماش ولا تقدروا تعاوضوه بالحسن هنا نمسخنا شوية الحسن راح نطلي الحبات المادلين عقدة بالحسن اللي كنت دفيته طبعا هنا بالبنسو ومن بعد نغطصهم ونرمضوا الوجه بلانوات كوكو أو جوز الهند س所طح ونزل بلانوات بلانوات ونزل ونزل وفي الآخر بناتي تجعلوا لا تخلو لما تنيف المزم خلوه بلانوات تجلو الزين تقدروا تدير يوم نصف حبات على الكارز مجفف اي لسوريس كونفيت او لا تدروا لهم خطوط الشوكوراتة من الفوق على حسب الرغبة تحكم ننصحكم البنات باش تجربوا هادلي معدلان يجوا بزاف خفاف وبزاف بنان ونتمنى ساميرا تكوني في الاستماع والمشاهدة ونقولكم نلتقي في كيفيات اخرى باذن الله مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة